يبدأ معك بالبيان المشترك المصري القطري الأمريكي بما تمخضت عنه اجتماعات الدوحة كيف قرأتم تفاصيل هذا البيان بعد التحية لحضرتك والمشاهدين هذا البيان أصبح تقليدي يتم إطلاقه دائما بعد كل جولة مفاوضات لا يغلق الباب بشكل كامل ويعطي مزيد من التفاؤل على أن الأمور قد تسير إلى شكل أفضل يفتي إلى عقد هدن أو وقف دائما لإطلاق النار لكن عمليا على أرض الواقع لا أعتقد أن هناك تقدم ملحوظ في هذه الجولة من المفاوضات ويكفي حتى أن حركة حماس لي أول مرة لم تشارك فيها وأن نتنياهو مازال متمسك بالشروط اللامنطقية ومنها الاستمرار في احتلال القطاع داخل محور فلاد ليبيا عدم تسليم معبر رفع عدم الانسحاب من القطاع عدم السماح للنزحين بالعودة إلى مراتهم في أشمع حركة حماس بالفعل لم تشارك في هذه الجولة من المفاوضات ولكن حركة حماس على اطلاع بمخرجات هذه المحادثات علما بأنها في بيان سابق لها قالت أنها سوف تجلس مع الوسطاء للتحدث بشأن مقترحة جديدة قد يتم طرحها أثناء التفاوض في الدوحة بالتأكيد لأن حماس ليست هي المشكلة وليست هي من تعقل المفاوضات فكرة أن حماس امتنعت هذه الجولة عن الحضور المباشر يرجع للتحركات الإسرائيلية التي دائما ما تضع عراقيل كثيرة أمن أي تقضم يحدث حركة حماس لا تتفاوض بشكل مباشر في الدوحة ليس مع إسرائيل قادة حركة حماس في الدوحة يس في الدوحة ولكن هم ليسوا مطلعين بشكل يومي على المفاوضات لا ينقل الوسطاء من حماس إلى إسرائيل وأمريكا والعكس كما يحدث في كل جولة فكرة أن حركة حماس أو قادة حماس في الدوحة لأن هذا هو مقرهم ولكن ليس لأن هذا هو مقر إنعقد المفاوضات حركة حماس قالت من البداية بأنها تنتظر من الوسطاء ما يستجد في هذه الجولة وللتأكد من أن ما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة وورقة الوسطاء التي تقدمت له موافق عليها متضمنة لهذه الجولة الجديدة حتى الآن لا نعلم ما هي النقاط التي طرحها نتنياهو مرة أخرى لعرقلة المفاوضات ولكن ما خرج من الإعلام الإسرائيلي وحتى من التصريحات الرسمية أو شبهة الرسمية تقول بأن نتنياهو يضع تحديان أمام هذه الجولة منها أنه لا ينسحب من محور فلاتليفيا ومحور نيتساريب النقطة الثانية بأنه لا بد من تفتيش العائدين من الجنوب إلى الشمال مرة أخرى وهذه أيضا مشكلة كبيرة يعني من هي الجهة التي ستقوم بتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم وهل بالفعل إسرائيل ستقبل بالانسحاب الكامل من القطاع أم لا هذا يتوقف أيضا على مدى الضغط الأمريكي الذي يمكن أن يبدل في هذه الجولة على إسرائيل لإتمام صفقة إذا كانت أمريكا بالفعل جادة أنها تريد وقف هذه الحرب وهذه الإبادات الجماعية في حق الشعب الفلسطيني طيب عظيم جدا البيان لفت إلى أن الفرق الفنية سوف تواصل العمل خلال الأيام المقبلة يا سيدة هند على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك التتبات التنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالأسرى والمحتجزين أولا الوسطى والفرق الفنية الخاصة بمصر وقطر تبدل جهود كبيرة من اليوم الأول من أجل تقليل الفجوة أو الهوة ما بين ما تريد حماس وما يفرضه نتنياهو لكن في النهاية تتحرك إسرائيل بعيدا عن هذه الاتفاقيات يعني في كل المرات السابقة حينما مثلا أعلنت حركة حماس بأنها قبلت في مرة أو في جولة من الجولات بالعرض الأمريكي بعدها دخلت إسرائيل في ثواني رفح وأقامت أو أشعلت الحرب في حينما يدعو الرئيس الأمريكي لجولة من المفاوضات نجد أن هناك مطباحة من مستشفى المعمداني إلى مجزرة الفجر كلها كانت بعد دقائق من إطلاق مبادرة أمريكية أو من زيارة أمريكية كزيارة بايدن وقت مستشفى المعمداني وبالتالي ما زال التفاؤل حذر بشكل كبير لأننا لا نعلم ما الذي يريد نتنياهو في هذه المرحلة من جولة المفاوضات هناك نقطة مهمة وأريد توضحها أن فكرة المماطلة في هذه الجولة من قبل أمريكا وإسرائيل تحديداً لأن في النهاية مصلحة مصر وقطر أن تتوقف الحرب الآن وهذا يترافق مع المطالب الفلسطينية سواء كان للسلطة أو حتى لها الفصائل لكن أمريكا ومكالمة بعض الوسطاء لإيران يؤكد بأن استمرار المفاوضات في حد ذاته هدف أمريكي الآن لتقليل أو تأجيل رد الفعل الإيراني أو لحزب الله المتوقع على إسرائيل في الأيام والأسابيع القادمة سيدة هند موقع ولل الإسرائيلي نقلاً عن مصدر إسرائيلي وزير الخارجية الأمريكية أنتونو بلينكين سوف يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يميني تنياو الأثنين في إسرائيل هل متوقع أن يكون هناك جديد سوف يقدمه بلينكين أثناء هذه الزيارة؟ علماً بأنها أرجعت في السابق سابقاً طبعاً يعني هو بلينكين كان من المفترض أن يزور المنطقة الأسبوع الحالي في بداية الأسبوع ولكن تم تأجيل الزيارة ربما لإعطاء فرصة للمسؤولين الأمنيين في جولة المفاوضات وربما أيضاً لأنه يدرك بأن هذه الزيارة لن تؤثر بشكل الكافي على إسرائيل هناك برضو نقطة لابد من توضحها في هذه المرحلة ليس من مصلحة إسرائيل ولا من مصلحة الدولة العميقة في إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو أو ممثلها نتنياهو أن يعطوا إنجاز سياسي حقيقي للديموقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية في حين أن اللوبيات الصهيونية تدعم حملة دونالد ترامب للعودة للبيت الأبيض يعني حتى لو كانت التقديرات الداخلية في إسرائيل من الجيش والموساد والشابك بأنه لا بد أن يكون هناك وقف حالياً لإطلاق النار رأفة بالجيش الإسرائيلي المتدهور داخل الميدان لن يوقعها في الوقت الراهن ليعززوا من أوراق كمال هاريس وهذه نقطة أخرى وهي لعبة تربط مصير غزة بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم وهذا حتى تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية حينما تتحدث عن فكرة أن نتنياه دائماً ما يسعى للقفز على المواقف الأمريكية الحالية في حين على الجانب الآخر تجد أن الأكثر ثباتاً في الدعم الأمريكي هي المؤسسة العسكرية البنتاجون وغيرها وبالتالي هناك نقيد كبير مما نراه في الموقف السياسي لأمريكا المتمثل في مصلحة الديمقراطيين والموقف العسكري الأمني للولايات المتحدة الأمريكية الداعم بشدة لإسرائيل في هذه المرحلة سواء في الحرب على قطاع غزة أو إذا توسعت الحرب في منطقة الشرق الأوسط على أي حد لا يمكن يحاول قدر المستطاع أن ينجز شيء ازدواجية معايير في التعامل مع ما يجري في قطاع غزة من قبل طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية أرى تبدل أدوار يعني نعم هي أمريكا يعني مزدوجة المعايير ومزدوجة الأخلاق وكل شيء لكن في النهاية ما يحدث أنا أراه زكاء زكاء خارج للولايات المتحدة الأمريكية هي لديها أدوات متعددة تتلعب بها في كل مكان وفي كل مصرح وفق لي ما يحتاجه هذا المصرح يعني تجد أن التصريحات الأمريكية السياسية ومن البيت الأبيض دائماً ما تحاول مدعبة الشعوب أو حتى إقناع الشعب الأمريكي في الداخل أنها تبدل جهود كبيرة لوقف الحرب على فلسطين في المقابل نجد أن لاي داستين يرسل ترسانات تسليحية وبوارج وحاملات طائرات تكفي لإقامة حرب عالمية ويقول ويهدد مباشرة بعض الدول المنطقة التي هي محسوبة على محور إيران بأن أي تدخل في الحرب أو تجاوز للخطوط الحمر قد نستخدم هذه الأسلحة وبالتالي أنا أعتقد أنه تبادل أدوار الديمقراطيين لديهم مساحة يستخدموها الآن لخدمة حملاتهم الانتخابية في مواجهة دونالد ترامب لكن هذا لا يتعارض مع أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل هي داعمة لإسرائيل ومشروعها في منطقة الشرق الأوسط وأن حتى هذه الجهود هي غير جداً لأن أمريكا تستطيع في ساعة واحدة بمكالمة هاتفية واحدة أن توقف الحرب إذا قالت لنتنياهو أنه لن يتمتع بأي دعم عسكري أو أمني في هذه الحرب سواء الحرب في قطاع غزة أو الحرب إذا توسعت في منطقة الشرق الأوسط سيدة هند ما القادم في أقل من دقيقة وفقاً لكل التحركات السياسية الحالية والمعطية بالنسبة لقطاع غزة أنا أعتقد أن نتنياهو يمكن أن يقدم تنازلات شكلية هذا السيناريو الأفضل يعني بالنسبة لنتنياهو ليس حباً في الفلسطينيين أو تنازلاً عن أحلامه في القطاع ولكن من مصلحة نتنياهو الآن هو تحييض قطاع غزة قبل البدء في حرب لبنان وإيران وربما حتى سوريا والعراق هذا احتمال يعني قد يحدث يعني أن يقنع نتنياهو الجانب الآخر بأنه يقدم تنازلات ويقبل بالانسحاب من القطاع لكن هذا لن يتحقق على أرض الواقع الهدف منه فقط تحييض القطاع أو أن هذا لا يحدث وبالتالي تفشل جولة المفاوضات فتشتعل حرب كبرى في منطقة الشرق الأوسط بناء على هذه الحرب ونتائجها إذا وصلنا فيها لنهاية بالمناسبة قد يتم وضع إطار جديد للتفاوض جشم العدة الدول التي تتكون ضمن بنك أهداف هذه الحرب التي يمكن أن تحدث بين ليلة وضحان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر